بنحكي على أول نوع ثاني نوع يختلف يختلف طريقة تمثيل بيانات مات هذا البيانات أو المتغيرات أو البيانات النوعية النوعية كل هذا بيانات نوعية بس راح تعرفون شل الفرق بينه وبين غير نوع من البيانات تضاب الشاشة واضحة عيني يشيط واضحة هذا مثال آخر مثال آخر اللي هو شنو ليت بادي تايبس عندك يعني أربعين شخص أربعين شخص سووا عليهم فضح صحية معينة أجد البيانات المتغيرات لها البيانات و تشعر هذه البيانات بس راح نجي على الفرع الأول أربعين شخص شوكوا في اللاب أربعين شخص سووا اختبار عليهم شنو ليت بلاد تايبس يعني فصيلة الدم هاي فصال الدم ولا تم دول الأربعين يعني فواحد فصيلة دم الثالي فصيلة دم الثالث مثلا أي الورابي تعرفوا فصال الدم أربعة فقط اللاخ أو الشخص الآخر فصيلة دم أي والآخر فصيلة دم أو وهكذا هاي الأربعين شخص أربعين شخص ما راح أسوي؟ أنا ما أعرف ليش البيانات أول مطلب يقول Find the frequency table Find اللي نعرفه لازم أطلع ال table أجي أسوي ال table هذا ال table اللي عندي لازم هاي البيانات تطلب شلو فائدة الإحصاء هاي البيانات أرتبها ما بديش فصائل الدم المعروفة شوف عندي أو أي يعني العمود الأول شخص اللي بي فصائل الدم أو أي بي أي بي لفرقوانسي 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 يعني الشخص اللي فصيلة دم أو لنذول الأربعين شخص شم واحد فصيلة دم أو يقول سبتعاش الأوم مكتبه لنا سبتعاش شون سبتعاش واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة دعش معش لطعش أرباطعش رحمسطعش ستعاش إذن ستعاش واحد من دول الأربعين فصيلة دم أو الأي منطعش اللي فصيلة دم أو منطعش لسه شي تجون تحسبون هنا الـ الـ بـ أربعة اللي فصيلة دمهم بـ أربعة شخاص شون منطعش 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 إذن لنعمودي الرئيسيات هذا المطلب الأول طلعت الـ الـ رتبت هاي البيانات هاي فائدة الإحصاب ترتيب وتحليل البيانات زي نشوف الفرعة الثانية تجد الـ تجد هنا الـ 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 تجد 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 هذا الفرعة الأول دمه و ماذا تجد 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 ومثلني هذه البيانات كرسم نحن مطلعنا هذه الجدول قلعنا ماذا سوف نفعل كرسم المثليات الرسم ما هو المثليات الرسم قلنا بذلك المثليات الرسم أقو طريقتين أقو طريقتين طريقة تنسيل بيانات النوعية هذه الطريقة أخذناها بالبداية اللي هي قلنا الـ الـ وقلنا الـ 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 لا تنسون و الـ بأي واحدة ما تزلني تقدر تنسليها لوب هاي طريقة لوب هاي الطريقة الـ الـ الآن نزل على المثال هذا يعني هاي واحدة ما تزلني كافية لطلاب لو هاذا الـ الـ بارغراف لو سوليها عمودي قال عمودي وهذا أفو وهذا أفو واحدة ما تزلني لكثرة رسمات كافية بس هناك للتوضيح طبعا رسم ثم هذا الرسم وهذا أخر بس ماذا نمثلهم هاي سنجي عقلك التمثيل يحتاج يطلع الـ % ماذا يطلع الـ % نفس الطريقة اللي طلعناها قبل شوية لازم يطلع الـ وبعدين الضربة في مية لازم يطلع الـ وبعدين الضربة في مية يطلع الـ % هاي الضربة في مية قبلها لازم أكون في العمود يطلع الـ الـ و بعدين يطلع الـ % الـ 40% من جديد هاي الـ 40% من جديد هاي الـ 40.0 أو الـ 40 وحدها 0.0 هاي الـ 40 قريب 40% من جديد لازم يطلع الـ Relative قبلها الـ Relative قلنا شون طلعت الجدء تقسيم الـ Fun يعني خلق قسموا ياكم 16 الـ Cool منه قصدين هذا الجزء هاي الـ 16 الـ 18 الـ 40 هاي كلها جزء الـ 40 الـ 40 شخص نجي على الـ % ما الأول واحد شون طلعت الـ 40 يجي قسم الـ 16 16 تقسيم 40 10 يساوي 0.4 0.4 0.4 يساوي بعدين طلابي يضربها في 100 يساوي 40 طلعت لي هاي الـ 16 أواهم مكتور 40 يعني 40% واذا شوفوا هنا % % يعني ضربها في 100 يساوي 45 40 يضربها في 100 لأنه % يساوي 45% 3-18 كتبة بقامها 45% كذلك الحال بالنسبة للبقية يعني هنا بالخلاصة % قطل عنه 40% 45% 10% 5% طبعاً دائماً المجموع النمائي 100% لأنه تعرفون % أو % 100% بلايذية 5% 3% الحال 3 ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر المثال السابق مرات نانسي قنقر 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 نانسي قنقر